النهاردة عدل آلي للتدريب بعد أجازة لمدة يوم واحد كل اللعيبة اللي موجودين في النادي بعيدا عن المنتخب شاركوا في التدريبات وحتلقوا مشهد النهاردة جميل حيعجبكوا شوي عجبنا أنا يعني وانا براجع كده للتدريبات عجبني هذا المشهد يعني حتشوفوه دلوقتي لحظة النزول للملعب الأجواء اللي اديها دائما وأبدا هي دي اللي انتوا شايفينها اللعيبة ممكن بيكون في اجتماع مع مستر كولر وكابتن سامي أمصان وبعدين بيطلعوا بعد دكة شوية وبعدين يبدأ شوية الحاجات الترفيهية يعني التروحية هنا دي اللقطة اللي بقول لكم عليها أشرف داري ورضا سليم أول من نزل أرض الملعب ومعهم بعد كده يحيي عطيها طلقها هم مستمتعين جدا بالأجواء في النادي الأهلي بكلموا النادي الأهلي نادي أوروبي أنا نفسي رضا سليم الحقيقة يستعيد فرمته الجميلة لأنه ده من اللعيبة الجمدين قوي رضا سليم لعيب جمد قوي يا جماعة لعيب جمد جدا يعني كنتم تابعوا مع الجيش الملكي أحيانا كتيرا بتكون أول سنة شوية صعبة على اللعيب الجديد أحيانا أنه أحيانا الدنيا بتمشي بشكل كويس لكنه الأمور ماشية بشكل جيد البداية حلوة والبداية إن شاء الله فيها روح جيدة رضا سليم من أخاف في دم اللعيبة اللي تشوفهم في حياتك يعني هيجي وقت من الأوقات كده حلوك على شوية حاجات طبعا أنه أقصف داري وقع على روحهم الضحك لأنه رضا قال حاجة وابلكم بقى أنه هم كمان مغرب مع مغرب فاللهجة أسهل كمان بالنسبة لهم وان كانت اللهجة المغربية من اللهجات المحببة لنا بنحبها خالد عفتاح موجود ياسر إبراهيم موجود كريم ندفد موجود كهربة النهاردة بقى إيه ألابها ضحك وبدأ يدخل الأجواء الحلوة بتاعة محمود كهربة يعني خلاص بقى ضد ضحك مع كولر لألاقة سميهم سمي من المحبين لكهربة ما حدش ما يحبش كهربة عشان عدراتك تبع عارفين يعني قصة أنه عايزين يرجعوا لتركيزه ورجعوا لفرمته كان الفترة الأخيرة شوية حصل هزة خفيفة كده لكنه الحمد لله راجع بقوة راجع بإصرار وعزم كبير جدا الحمد لله على سلامة ياسر إبراهيم كان عنده نزلة برد لكن الأمور جيدة الكبير والجميل عمر السلية أنا بحس الأجواء بحس الروح بشكل كويس جميل أنه هم خرجوا من كبوة الخصارة لمباراة السوبر الإفريقي وجميل أنه واضح أنه هم مصممين على الظهور بمظهر جيد كريم ندفد قعد مع الدكتور شوية هنحاول نعرف إيه القصة وإيه الحدودة إيه الحدودة لكنه موجود في الملعب لكن هنعرف تفاصيل كلها شكلها عاملة إزاي كاميرا كده عدت على إمام عشور تحس إمام شكل تاني إمام ناوي على نية جميلة كده إن شاء الله تبقى نية حلوة إن شاء الله ويكون المسم بالنسبة له مسم جيد بإذن الله كل التمينات بالتوفيق لفريق النادي الأهل إن شاء الله ويكون مسم جميل ومسم خير على النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر